أنت عمري كنت مع راجل خبرتك أكبر من خبرته؟ لا بس ممكن تبقى خبرتك قد خبرتها إزاي قد؟ يعني عادي أنا بشتغل من وانا صغيرة، انا ربت ابني، انا أم، انا لأ عايش في جب تزل حياة؟ بصي معلاش أنا متعلمة كويس، مثقفة إزاي الفل، إزاي الفل، ما اختلفتش ليه هتكون خبرتك أنت أكتر؟ لازم، لأن أنا حتكيت أكتر، أنا نزلت أكتر، إحنا عايشين مثلا في بلد أو عندنا تقاليد وعادات، غير يوروبا، الكلام ده في يوروبا أصدقك هي وهو نفس الخبرة، أصدقك جدا، لكن عندنا بالكولتشر بتاعنا لأ جمان أه، أنت بتقسها بخبرة العلاقات؟ أنا بقسها بخبرة الاحتكاك، الاحتكاك، الاحتكاك أنا أكيد الرجالة في الوطن العربي في ثقافته، ما هو ده أنا بقسود واحتكاك وانزلت واتخناكت في الشارع، وروحت أماكن شيك جدا، وروحت زيك بالزبط، في حاجات عملناها زي بعض، وفي حاجات أنا عملتها أكتر، كراجل ماشي، إنتي عملت أوحي في حاجة، خلنا محددين بس، الخبرة الزيادة هنا في عالم الرجال، قد تكون، ما هي كده؟ عاطفية وإنسانية وحياتية وكل عاجل، لو بيقول لي أنت تخنيت في الشارع، دخلت معادي، مفيش أكتر مستاد بيتخانه في الشارع لا، لا، دي خناقات الفرفير بتاعي، دي مش خناقات، يعني أنتو منزلتوش روحت ودخلتو بالعربية في الشارع، في حارة، فده يديك كريدت أكتر، ويديك مميزات أكتر أن أنت تصدر أحكام مسبقة، وتديني الخبرة في كابسولة، وتقول لي نفيزي دي، صح؟ لا، ليش كده، بس هي الفكرة كلها أن أنا احتكت أكتر، خدت خبرة أكتر، عملت أكتر في الحتة دي، الرجل رجل على فكرة اللي عندما بيتكلم يقول لي ما تعمليش ده، أو ما تروحيش في المكان ده، هو عارف كويس قوي اللي ممكن يحصل، لأنه حصل له قبل كده، عاشه قبل كده، وساعات ما تبقاش عاشه، بس هو مش عايز وقع دي، فممكن يبقى الموضوع بالنسبالك يا حبيبي ده الموضوع سهل جدا، ده أنا هنزل مع صحابي هنروح كذا، وهنرجع الساعة كذا، ويرج هنانا علشان تقدر توصل لليه عايزات، ما هي، ما أقول لنتي عايزات ده ممكن يبقى غلط، أيو ماشي، بس أنا محتاجة أعرف إذا كان غلط ولا صح، بس خلينا نرجع تاني للجملة الأساسية اللي ابتدينا بها حلقة النهاردة، الست دي بتاعتي، الست دي تخصني، والأستاذ أحمد حقيقي قال إنه الستات هما اللي عندهم الحتة دي أزيد من الرجالة، الست هي اللي متسلطة أكتر في العلاقة، أو عايزة طول الوقت تثبت إنه الراجل ده بتاعها وملكها، وبتنفس ده كمان مش بس بالق أولى، لكن كمان عملي في محاولة ليه فرد كل شباكها حوالين الراجل، في حقيقة إحنا شايفين إنه الست لو كانت متمتعة بقدر كبير من الأمان ومن الاستقرار ومن الراحة، دماغها هتسليح، إنه هو متطمنها في الحتة دي، ومتطمنها وجميلة، بطل تهري وتنكت، بس برضو نرجع ونسأل تاني نفس السؤال، الجملة دي يا جماعة لما بتتقال في إطار لطيف، اللي هو بقى حالي ماشي، ورد وشمع وعصير لمون وعشا، تبقى جميلة مبهرة تجنن لكن أول مرة اللي بتدي يقلب ويستخدمها في إطار بقى مختلف، تقوم رد عليه زي ما الأستاذة كده ردت قبل كده في تجربة هالسواقة وقالت له إيه أنا مش بتاعت حد، وتبتهي العلاقة حتى أولادي مش بتوعي، عارف ليه أنا عايز أقولك حاجة بس إحنا ثقافة أعم، أولادي مش بتوعي إزاي؟ طبعا مش بتوعي أشعر أن أفكارها مش لايقة على البرنامج لا 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 أولادي دي بقى بالزد أعطلت أعطلت لأ مش بتوعي ليه؟ لأن هم مش ملكيتي الخاصة على فكرة أنا جبتهم في الحياة دي وهما عندهم طريقة هيكملوا قيد عني وأنا حمشي في وقت ملاقوات مش هكوم موجودة أيها بس بتوعي مفيش حد في الدنيا دي بتاع حد لا، قالينا نفسر أكتر بالدنيا أهو أنا بقى لما بقى سمعليش تقول ليه يا جماعة بتفكرون أنا لما قلت الموضوع في الأول قلت كلمة كفاكركوا هتاخدوها بوزيتف والله أنا ممكن أخدها بوزيتف خدوها إجابة أنا معا ليه؟ بس ماrankوا مش نكد ليه؟ انت دخلت عملت أ rebuild用ة الدنيا رابزتون aí أب lifes قد منا مش تقدر ت seront ليه قد منا اعبر ما questions ها عام такое انه ساعات الستات برضو بتصدر للراجل انه هي بتحب الطريقة دي هي عايزة أسلول هي حمشنة لأ كل الستات بتهمي آه فيه اللي هو إيه لا أنت هتعملي كذا صدقوني وهي دي الأزمة ونرجع بعد كده نشتكي يعني نفضل لطاف تفضل الطريقة دي محسساكي كده أن أنت أنه مسيطر والرابل بقى لو ما بيقولهاش هو أنت إيه؟ أول ما تحصل الأزمة؟ هو أنت مارد ليه؟ هو أنت ليه ما بتقولش ولا بحس أنك بتغير ولا بت... آه يعني تريد تقولي أن الستات بتحب اللي غير عليها قصة؟ أنتوا عايزين أول ما أفتح الحنفية السخنة عايزين السخنة أقفل السخنة وأفتح السخنة وتبقوا عايزين السخنة لا ما ترحب حاجز هيستحمل على فكرة مين هيفتحمل حيا؟ دفيا لازم يا سخنة يا برده الدفع فين راح؟ السخن مش هاستحمل السخن كده كده شوية وهتسع الترمستات حصلوا وليه؟ لا، لا انتم كسرين لا الترمستات مش عايزين تسجوتوه؟ والله خالص ما فيش زبط تقيد في الموقت لا، فيترمستات، اتحرق بعدكم كلهم والله العظيم ما بيعجبكم العجب لا إله من بار انت شايل كتير خلص والله أنا بقول لكم الحقيقة لما توصلوا لمرحلة أنه لا، أنا شايف بخبرتي أنه هيحصل نتيجة نتيجة اللي هتعملي ده هيحصل كرسة وهتحصل مشكلة وهتحصل تداعيات فما تعمليش طب بزمتك حصلت لي كم مرة من غير بقى ما أعرف من غير ما تقوليش بقى يعني حصلت كم مرة أنت ما تقدرش تقيس علي أنا شايف بقيس عليك أنا بقول لك أنت وهسأل هيدي نفس القصة تقلتلي كم مرة سيبك من النيام ممكن تبقى بس لما بنوصل لمنطقة أنه أنا عايزة لا، بيديني فرصة جربي وعينه بتبقى علي عينه علي محاذر معايا لكن سايبني أجر ماشي عايزة تجربي أوكي بس خلي بالك بس لو هيطلع لي لسانه في وسط الطريق ويقول لي اه مش أنا أقول تلك لا أقول لي خلي بالك لو حصلت داعيات رقم واحد اعملي كذا لو حصل إنه موضوع كبير أكتر شوية اعملي كذا أنا على فكرة أنا مش بتكلم في المواضيع اللي هي هو أنا مثلاً هقولي مراتي لأ طلوقتي يعني في حاجات بقول لها أوكي بس هيا الفكرة في إيه؟ في حاجات أني جوش بي غير قابلة للتفاوضة ونقاش يعني دي مثال الحاجة اللي ممكن تقولها تقول لها مش هتعملي كده وانتي بتاعملي كده لا مش بتكلم مش بتكلم عليك انت شخصية اي حاجة فيها خطر على الست يعني انت بتاعتي وانتي الست بتاعتي وانتي مسؤولة مني وانتي مش تعملي كده اي حاجة فيها خطر عليك زي؟ اه في حاجة كتير قوي فيها خطر عليك مثال 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 ايه؟ تقدري تفتحي بقى بيتك وتنزلي الساعة الاتنين بالليل؟ لا طبعا طيب مثلاً ما أنا بقولك هو مثلاً مصد في الإطار تاني هينفع لو عندي شغل يعني الإطار بيتغير فهم؟ الإطار بيتغير يا جماعة احنا ما اختلفناش لو عندك شغل لما انت نزلة ركبة عربية معاك سواق معاك مساعدين معاك حد في العربية أنا مأمنك كده كده أنا لو حتى هنام هنام متطمن لكن قرار الست اللي بيجي الكهرباء اللي بتجيلكوا دي فجأة أنا عايزة انزل أنا نزلة مع شاعة بصت حاكي عشان بتعمله كده لا أنا عمري مع مستقبل أنا بقولك بتاعي مش قصدي على النزول مش قصدي على التوبيك أنا عصدي على الكهرباء الكهرباء بتاعتنا هعمل كده دلوقتي عايزة اعمل كده دلوقتي عايزة القرار ده انا هاخده دلوقتي وعايزة اعمله لا مش هتعملي لانه صح أنا نسيت لا بابا ما بسيت يا نفس علاقة الأب والأم نفس علاقة الأب والأم يعني معاك فتلاقيها موجودة ما بتروحش دي بابا يا اه ابنك وبابا لا ابنا دي عارفة دايما الست اللي بتخد تجربة الاطلاق بيرجع تاني دور الأب بيبقى قوي في حياتها بعد شوية الأب والأم معرفش ده برضو في حالتك موجودة لا مع بابا ولما الولاد بيكبروا وتفضل الأم لسه الأم جوزت بدري وخليفت بدري فالأم صغيرة والابن ما شاء الله كبر برضو زي في حالتك هل الابن ليه لأ ماما انا مش عاجبني ده انا مش مستريح لده على حسب التربية والله على حسب التربية والله ناديم لا معندناش كده بطريقة انت مش تفرد كلمتك علي لا بطريقة اللي انا عايزش وبنتكلمه ونسمع بعض وصحابه وساعات رأيه بيقنعني وهو برضو الجيل ابني بقى انا قدر اقولك مؤمن عنده عشرين سنة ابني عنده عشرين سنة ففي فرق كبير لا مؤمن بالحريات بشكل يعني مبهر في نقل حضرية جامدة جدا 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 في اقتناعه بانه طب ما انا بعمل كده ما هي تعمل زي ما انا بعمل طب ما هو عادي على فكه هو حتى بيفاجئني ودي نظرة حقيقة انا بتعجبني لانها على المدى الطويل هتحل مشاكل كتير قوي بين الرجل والسد مش نظرة فيها عدم احترام ومش نظرة فيها عدم اهتمام ولكن نظرة فيها مساواة حقيقية بقى من جواه مش هو بيقول انا مؤمن بالمساواة لا هو تربى كده خلاص بابا بابا حبيبي بقى انا وبابا بقى الكلمة عندنا افلام مع بعض ما تقسيش علاقتك بابنك بعلاقة رجل والسد ما هو طبعا الموضوع مختلف تماما طب وعلاقة اب ببنته ملهاش برضو زي علاقة الرجل والسد هتلاقي علاقتك بابوك شكل وعلاقته بمراته بمامتك شكل تاني خاص بس فيهم من بعض ما هو الرجل والسد من بعض لو عنده مفاهيم سبتة هتلاقي بيطبقها وعلى أمه وعلى بنته وعلى مراته وعلى مراته هتلاقي ده هو قانونه كده فيه حاجات بيمشي عليه اسمعوا كلامه بقى لما هو جامد كده اسمعوا كلام بس اسمع كلامه بس اسمع كلامه بوزي في حاجات مقنعة ليه يا ماما ما هي دي الفكرة اللي انتوا بش قد تفهموا الاب هو الفرق ايه ان ده ابوي فشايفاته العمري اكبروا الراجل برضو جوزيك ده عنده او راجل اللي عنده اكبروا لو ادي جوزيك يعني لو انا مش بتجوز واحد اكبر مني او اصغر مني سنتين تلاتة او اصغر مني سنتين تلاتة ملاهاش علاقة بالسن ملاهاش علاقة بالسن انا بقولك مفيه ست بتتجاوز راجل دماغه اصغر من دماغه مستحيل الا لأسباب بقى اللي احنا كلنا عارفينها بقى الاسباب المادية او مادية بقى مش حايفة عائلته عاملة ازاي يعني عندها ترجل تاني غير العلاقة وغير حبه لكن مفيه ست في الدنيا تاخد واحد دماغ اكبر من دماغه تب تفتكروا الوضع الاقتصادي او انه الراجل هو المتحكم في مقاليد الامور في البيت وهو اللي بيصرف ده يخليه راجل متحكم اكتر يعني فيه علاقة تردية ما بين انه هو اللي مسيطره هو اللي بيدفعه وبين انه هو برضه اللي بيتحكم وبيطلع الاخلاء حسب الراجل صح الدراسات بتقول انه اه ده فيه علاقة قوية جد كلما يبقى العلاقة فيها اسلوب فيه تحكم وسيطر اكتر كلما بيبصوا بيلاقوا نتيجة الدراسات دي انه الراجل هو اللي ماسك هيا اللي بتخطع ميزانيت واقتصاد البيت اقل هي اللي بتخطع يعني لما بيبقى الراجل هو اللي بيصرفه والستة ما عندهاش مصدر للدخل وعايشة من فلوس الراجل ومن السابورت المادي بتاع الراجل بتخطع الستة لما بتشتغل اللي بيبقى استقلالية مادية بتبقى ساعات اقوى حتى في القرار حتى لو مش هتسيبه او حتى لو هي مش عايشة انفصل بتبقى داخليا كده اقوى ما تفهميش ليه غير لما بتبقى معتمد عليها اعتماد كل ولما بيعدها اهل وضهر وثند برضو بتبقى اقوى لكن لما الستة بتبقى ملهاش غير الراجل ده حطيه او طبعا احنا شوهنا برضو الهدف والمعنى الحقيقي من الجملة اللي احمد بتادى بيها الحلقة جملة الستة بتاعتي انه زمان كانت موجودة بشكل اكبير واساسي في مفرداتنا اليومية فيقولك الستة بتاعته الجماعة بتاعته كان لها معنى حقيقي وعظيم وراقي جدا انه الستة بتاعته يعني لا تعني ابدا التملك لكن الستة اللي تخصه اخيلا مفرمتين اه لا انا فاهمك وانا انا فاهمك وما الدخلت فيها شمال بس في الاول صارت جملة مستفزة وتعني السيطرة وتعني التحكم ده مش صح ده مش انت مفيش ستة مفيش ستة في العالم تستفز لما راجل يقول الستة دي بتاعتي سواء الها بعصبية والله العظيم لها بعصبية ده قمة الحب